لازم نكون واضحين أنتهى ما عاد في مجاملات أكبر الشيخ السلفية ورحمة الله على الجميع حين يُسأل عن الأشاعرة من الأشاعرة؟ عشان نفهم الأشاعرة إحنا الأشاعرة الأمة الإسلامية كلها تقريباً أشاعرة وماترودية الأحناف كلهم ماترودية الشافعية كلهم أشاعرة المالكية كلهم أشاعرة خلاص طيب طريقة إيه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية مين من يخذيها؟ الحنابلة ومش كلهمها يعني معظم الحنابلة سموا طريقة السلف في العقيدة أحرار يا سيدي الله يهنيكم بطريقتكم الله يهنيكم بشيخكم بطريقتكم وفهمكم بس أتركونا أحراراً من عندهم؟ عندهم أقلية بالنسبة لنا شو الحنابلة في العالم بالنسبة للشافعية والحنافية والمالكية خمسة بالمئة بجوش خمسة بالمئة وعليش أنتوا إيه بتكفروا؟ ما كفروشهم؟ قال لك لا الاشاعرة والماترودية لا نقول إنهم كفار بتمنّنوا علينا شيء شيء مش معقول يا أخي لعنة أقسم بالله لعنة لا نقول إنهم كفار ولكن هم مبتدعة ضلال يا زهدر يعني بطلع واحد زي ابن حجر عسقلاني والإمام الصيوطي والإمام الفخر الرازي وأبو حامد الغزالي والإمام الشهرستاني والإمام النووي وأبو الحاقي الشي رازي من؟ لا بكرة مش هنخلص نعدد لك إسماء العلماء عدمن الشافعية والمالكية والحنفية الماترودية بتطلعوا كل هذه الظلال في الساق؟ أنتم ما شاء الله يعني إيه؟ جبري أنتم؟ أنتم الناطقون باسم السماء يا أخي تبّل لهذه العقلية كفى كفى حلوا عننا حلوا عن الإسلام بهذه الطريقة يا أخي ما عاد محتملاً هذا أتركوا الإسلام واحده وإذن خلّكوا لحالكم لا أقل ضلال لا تتمنى أنا لا أطلب حتى رأيك فيه فك عني حل عني لكن هذا ما بفهم ها؟ ما بفهم ها؟ بمثل هذه العقلية الحصرية الضيقة جداً